وصفتنا اليوم سهلة مهلة وكاملة مكمولة نضيف العدس على الروز نضعهم بمصفات ونغسلهم مزيان حاولوا تأخذ العدس النوعية اللي تطيب بسرعة فخلطناهم مع بعدياتهم ونغسلهم كيف ما قلت لكم عدة مرات حتى نحصلوا على الملخر ديالهم صافي تماما ممكن تعملوا هاد العملية تحت الصنبور الكمية اللي استعملت ديال العدس 140 جرام اللي تتعادل كاز ديال العنبة اللي عنده الكوب المعياري بتولوتي الكاب وبالنسبة للروز لقياس اللي استعملت 200 جرام لقدر ديال الكوب المعياري اولا كاز وتولوت كاز ديال العنبة فهد العدس اللي استعملت راكين في مركادونا واسميتو باردينا وما تطلبش الوقت كتير في الطهو خاصة الى سبقوا نقعتوه بواحد ساعة ونص من قبل بطنجرة سنوضع القياس ديال الربعة حتى الساعة المعال كبار من زيت النباتية اي نوع من زيت من اختيار ديالكم وهنا عندي الفلفل والبصل واحد جوج حبات ديال الجزر اللي مقطعهم المكعبات صغيرة نضيف خمسة الفصوص من التوم المهروسة فصدقوني هاد الوصفة راها واعرة وتدشي اغزالة في المدق ممكن تحضروها بالبايرة يعني المقلات اللي سنحضرو فيها البايرة ممكن تحضرو به هاد الوصفة بما ان الطنجرة راكينة في كل بيوت اذا كشي علاش اختارية نعملها في الطنجرة او لفل قاملة سنقلوا هاد المكونات من اربعة حتى خمسة دقيق على نار متوسطة حتى يدبلو تماما كيفما تتلاحظوا امامكم والروز اللي هاد نستعمل في هاد الوصفة الروز اللي سنستعملوا في الباية يعني في البايلة اللي ستكون الحبة ديالو قصيرة بحيث شكل ديال الاروز ديال الاروز المصري او الاروز ديال بالينسيا واللي ستكون مكتوبة فيها البايلة هنا انضفت اربعمائة غرام من صدر الدجاج اللي مقطع المكعبة الصغيرة كيفما يمكن لكم تستعملوا مثلا دجاج طروفة تقطعوه القطع الصغيرة وتستعملوه اللي بغي يضيف مثلا للحم ديال البقري او للغنمي كذلك ممكن تقطعوه قطع صغيرة وتضيفوا الوصفة ديالكم كيفما يمكن لكم تستعملوه على شيء تماما او لا تستعملوا مثلا كوبيت او لاي نوع من الاسماك من الاختيار ديالكم ضفت الخالط ديال الاروز مع العدس وغادي نضيف التوابيل فيها الزعطرة اللي هو الزعطرة البري او للاريغانو كذلك الزنجبيل اللي هو سكنجبير الملحة البزار والكوركم فغادي نقلو هاد المكونات كاملين جوج دقيقة اضافية فعلاش لان انا لقلينا الروز الحبات ديالو تتبقى متماسكة مما تتحلش لنا اثناء العملية ديال الطهو بعد ما مرت هديك الجوج دقيقة تنضيفو حب ديال طماطم الحجم ديالها كبير ومقطعها المكعبات غايت نخلطو الكل من يتنضيفو مطيشا بعد ما سنتأكدوا باننا نوزعنا كل الخالات اللي عندنا وتلاحظوا بانه نشف تماما من السوائل فهد المرحلة غادي نضيف الماء الكمية اللي استعملت ديال الماء تقريبا ما بين خمسمية وخمسين ميلي لتر احتل السمية ميلي لتر وسنخلو هاد الوصفة او للطبقة ديالنا اليوم على النار مجهدة المدة ديال عشر دقيق وخمستاشر دقيقة اضافية على نار مهيلة وحنا مغطينو ودائما المدة تسبق حسب جودة ديال نوعية المكونات المستعملة خاصة ديال العدس مع الروز بعد ما مرات المدة ديال الطهو فتنسربو الطبق ديالنا تنقدموه بعد ما تنزينوه او لا تنضيفو له القليل من البقدونس المفروم وتنقدموه على ليمون الحامض طبق اللي بسيط وسهل في نفس الوقت وغاني ومتكامل اصلاح في هاد الوقت ديال البرد وباش نتأكدوه بان الطبق ديالنا راح طيب مزيان تناخدو واحد الحبة ديال العدس وحبة ديال الروز تنضغطو عليها باش نتأكدو من الاستيواء ديالها تماما لاحظوا معايا فالمدة يعني تتكون تقريبية حسب نوعية ديال المكونات اللي استعملتوا وبصحتكم اشتركوا في القناة